الآن إلى القطاع التقوي حيث فشلت شركة توتال فرنسية في استحواذ على أصول أنادركو في غانا يأتي هذا أياما فقط بعد فشلها في الجزائر وحسب بيان لشركة توتال فإن الاتفاق مع شركة أكسيدونتال نص على أن بيع أصول غانا مرهون بإتمام بيع أصول الجزائر وضف البيان أنه نظرا للبيئة السوق الاستثنائية ونقص الرؤية التي توجهها المجموعة قررت شركة توتال عدم متابعة إنهاء شراء الأصول كما أكد البيان على لسان رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان أن هذا القرار بعدما أو بعدما وصلت إنهاء شراء أصول غانا يعزز جهود المجموعة لاستيطرة على صف استثمارتها هذا العام ويوفر مرونة مالية للتعامل مع الشكوك والفرص المرتبطة بالبيئة الحالية اشتركوا في القناة